مرحب بك طبعاً يا كابتن هيسا مرة أخرى بكل مشاهدي متابعة قناة الأهلي في كل مكان يمكن عقب تولي طبعاً لمهمة فريق رجال يد النادي الأهلي طبعاً بالنادي الأهلي في أول لقاء لي وأول كمان ظهور حصري عبر شاش قناة نادي الأهلي طبعاً بنرحب بمستر ديفيد ديفيس مستر ديفيس إن أعجب أن تكون هنا في إيجبت خاصة في الأهلي شكراً شكراً نعم kulit me too I'm excited I know this is a big project and I'm really happy to be back in Cairo and not especially in Al Arlis and we also so happy and welcome back here in Egypt after maybe how many years five years welcome back in Egypt first of all I want to ask you about the responsibility the new responsibility for the Adli team thatli handball team you know it's a big responsibility especially that the fans always wants to win the matches the جميع الزرخ الملمات لديها مقابلاتهم هل نحن المقابلات الموجودة؟ نعم نعم أنه نعم أنه لتكلمة لا مقابلات كمن مقابلات منان لديهاتف المتابعة لوافعemما أنهم لا يزالون هم أنه سيكون شبابت منان هم سيكون المستقبل فقط لأنني مستقبل أنا مريض. أريد أن أعمل. أريد أن أعمل. أريد أن أعمل بأمور كثيرا. فأريد أن أعطي المعاملين بطريقة البيتسيين. فإن أردتك بأمور مقاملين. ونرى بإمكاننا التعبير بحثت المعاملين. لن تتحدث عن هذه المعاملات. لديك ثلاثة المعاملات. السيدات بفضل العرقية والشامبيونيك ماذا سوف تفعل في الواقع الأمور؟ نعم، نحن فقط ننتظر أن أتمنى من أن أتمنى أن الجنة تعود ونبدأ بعملهم أجل مجدداً بيساعة لنفعل التقديمات وإنقاذ التقديمات لأنني أعطي شخص ومع التقديم من التقديم ولكن هذا كان فيها 5 سنة ولكننا سوف نفعل نفسي لأنني أتجابي كثيراً لأنني أتجابي الكثيراً ونحن نذهب مع كل نحن لتشعرنا لتشعر هذه المناطق لأننا لدينا وقت لتشعر المناطق والتحديد ونذهب على المقسم أخيراً، مرحباً لتحديد من المناطق والتحديد من المناطق ايهاتم افتحني؟ اجلال انا فتح لهم وهم لهم انتعا مفتح وعملوا مركز وشعالهم شاركات ونغطهم ومعاره ستوى على المرائل او ما يبقهم وإنهم يتم هنا سيد ديفيد معلوم ها تتوى فينا و هم شكرا شكرا طبعا ده كابتن هايسام كان لقاءنا مع مستر ديفيد ديفس طبعا المدير الفني الجديد لرجال كرة اليد بالندي الأهلي يمكن خليني أقولكم سريعا عن اللقاء وعن محتوى اللقاء يمكن في الأول سألت طبعا عن فكرة المسئولية الكبيرة جدا اللي بيتولاها طبعا أكيد لا النادي الأهلي خاصة النادي الأهلي دايما بيكون حريص أو خاصة يعني جمهور النادي الأهلي دايما بيكون حريص أنه هو عايز الفريق طبعا الخاص بيكون بيكسب كل البطولات وكل المطشاط بدون أي تراجع طبعا في الإداء هو قال طبعا كانت إجابته على هذا السؤال أنه هو شايف أنه أكيد هو موجود هنا في النيزي الأهلي عشان كده علشان هو هارد ووركر أو أنه هو بيعمل طبعا أو بيفضل قصارى جهده أنه هو يكون مع الفريق أو كمان يحفزهم أنه هما يكسبوا كل البطولات خلال الفترة المقبلة وكمان هو طموح بشكل كبير جدا علشان يحقق معهم كل البطولات دي خلينا بقى يعني يمكن ننتقل لتاني سؤال يمكن كنا بنتكلم معاه عن فكرة كمان أن فيه تلت بطولات همين جدا يمكن كأس البطولة الأفريقية طبعا وكأس الكؤوس الأفريقية واللي هيقوم هنا في النادي الأهلي بجانب طبعا استقناف بطولة طبعا دوري المحترفين هو شايف أنه يمكن فكرة تدريبه طبعا لمنتخب مصر في فترة سهل عليه كتير جدا هذه المهمة وهو ده اللي هيكون معاه خلال الفترة المقبلة أو هيكون وهو شايف برضو أنه فيه يعني يمكن فترة كبيرة جدا أو فترة إعداد كبيرة جدا وهو شايف أنه هو يعني هيحط فيها كل القوة الخاصة به وبالفريق الفني الخاص به علشان يكون يعني كل البطولات دي من نصيب النادي الأهلي إن شاء الله خلال الفترة المقبلة مريم سميح طبعا بنشكرك على هذا اللقاء شكرا جزيرة وده كان اللقاء كمان خاص مع مستر ديفيد ديفيز المتمنى لكل التوفيق مع الفريق اشتركوا في القناة